الناس تأكل كهرباء الحكم ظالم أزمة تلو الأخرى باتت تلاحق سكان هذه المحافظة من أزمة الوقود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وآخرها سعر الأمبير لمولدات الكهرباء الأهلية والذي وصل إلى 18 ألف دينار عراقية تسعيرة صدمت الشارع في الموصل وأثقلت كاهل الفقراء الناس تأكل كهرباء لا يسير أنا دينات وجبت مال مولدة هذا موجود الشخص الذي دينات منه موجود ببسوق العطارين لكن ما يسير هذا هذا الوضعية أنا أقول أخو 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 إذا أنت تحكموا الشعب مظلوم زي الشعب مظلوم بمعنى الحكم ظالم يعني مبلغ غير حقيقي من 15 وفوق أكو مناطق تدفع 20 وأكو مناطق 15 وأكو مناطق أقل لكن هذه المنطقة غير قادرة على دفع هذا الاشتراك المبلغ جدا طائل المتضرر الأول العوائل الفقيرة التي لا تحمل لقمة عيش في اليوم الواحد ما بين نارين أصحاب المولدات يشتكون من قلة تجهيز ساعات الكهرباء الوطنية وعدى بكفاية حصة الوقود ويضاف إليها ارتفاع أسعاره في السوق السوداء أما لجنة المولدات فهي الأخرى تشتكي وترمي الكرة في ملعب الحكومة المحلية والخاسر الوحيد في هذا المعترك هو المواطن سبب ارتفاع سعر الأمبير يكمن بمعضلتين المعضلة الأولى عدم تجهيز المدينة بالتيار الكهرباء الوطني بصورة كافية هذا السبب الأول مما يضطر أصحاب المولدات التشغيل السبب الثاني هو عدم تجهيز أصحاب المولدات بمادة زيت الغاز اللي هي الغاز وايل بكمية كافية وبالسعر مدعوم أزمة تعود إلى المشهد بين الحين والآخر وتعيد نفسها ولا حلول جذرية تلوح في الأفق وكلما قلت ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية أثقل كاهل المواطن بمبالغ مالية لا قدرة له على توفيرها من أجل عيش حياة كريمة من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير اشتركوا في القناة